تقول يعني في السجود هل يجوز أن أدعي حق نفسي وحق عيالي أم محمد نعم بارك الله فيك ورضي الله عنك ورفع الله عنك البلاء ثبتك الله وأفرغ عليك الصبر أنت اشتكيت بالأمس وقلت كذا اشتكي إلى الله دائما ارفع شكواك إلى الله يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ولذلك تلفاظ الأربون جل وعلا يقول أما يجيب المضطرة إذا دعاه فالله عز وجل يرحم الكافر هو كافر يرحم إذا دعاه بانكسار فانكسري بين يدي الله أظهر الضعف والانكسار والتذلل بين يدي الله تملقي في دعائك لله عز وجل توددي إليه خاصة في الأوقات التي هي مظنة الإجابة يعني بعد صلاة عصر الجمعة إلى الغروب بعد في السجود مثلا في الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة أنت تسمعين الأذان الفترة هذه بين الأذان والإقامة استثمروها يا أخواني يا أخواتي بارك الله فيكم استثمروها بالدعاء فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الدعاء الذي بين الأذان والإقامة ما يرد فلذلك استثمر الإنسان هذا الوقت وكذلك لما فعلا الإنسان يظهر ضعفه وعجزه وفقره إلى الله عز وجل خاصة في إذا جمع بين هذا في جمع بين هذه الحالة والوقت الذي هو مظنة الإجابة يستجيب الله عز وجل فادعي لي نفسك وادعي لي زوجك وادعي العيالك ادعي لي مثلا أبويكي أجدادك ادعي لي المسلمين المسلمات معك بارك الله فيك تؤجرين إن شاء الله